بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديثنا اليوم عن أمر من الأمور العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى والتي يصطفي بها ربنا عز وجل بعضا من عباده الأطقياء والمخلصين وهي الأثر الطيب فحينما يترك المسلم الدنيا وهو إنسان تقي عابد إلى الله سبحانه وتعالى ويطرق أثرا في الدنيا فهذا شيء عظيم فتجد الناس يمدحون هذا الشخص ويثنون عليه ويتحدثون عنه بالحسنى وبالكلام الطيب ويقولون إن هذا الرجل كان صالحا كان تقيا كان مزكيا كان متصدقا كان مصلحا بين الناس هذا هو الأثر الطيب الذي يجب أن يتركه المسلم في الدنيا ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت جنازة فقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أن العبد الفاجر والعبد الذي لا يعمل خيرا في الدنيا لا يعين محتاجا لا يقول قولا حسنا للناس لسانه بزيء يقذف الناس ويلعن الناس ويسب الناس يأكل حقوقهم ويخوض في أعراضهم هذا الشخص وهذا الإنسان يعني حينما يموت وحينما يطرق الدنيا فإن الناس يفرحون لفراقه ويفرحون لموته ولكن الإنسان صاحب الأثر الطيب وصاحب العمل الطيب الناس يحزنون ويبكون على فراقه لأنه ما كان يعمل في الدنيا إلا العمل الصالح ولذلك العمل الصالح يحتاج إلى نية صادقة من القلب فحينما يخلص الإنسان لله عز وجل في نيته بنية صادقة الله تعالى يسخر له كل شيء الله سبحانه وتعالى يبين عن الأثر الطيب أن الإنسان يعني يكافئه الله عز وجل ويكتب الله له كل خطوة وكل كلمة وكل عمل صالح يتركه الإنسان في الدنيا بعد موته وبعد رحيله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذه الآية العظيمة بيّن ربنا عز وجل فيها أنه يكتب كل شيء وأن كل آثار المسلم الصالحة التي تركها في الدنيا تكتب كما قال الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين والننظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له الصدقة الجارية التي يتركها المسلم في الدنيا كمن بنى مسجداً أو من بنى مستشفى لعلاج الناس أو ورث علماً أو حفر بئراً أو أجر نهراً كما قال صلى الله عليه وسلم وأما الثاني ترك العلم الذي ينتفع به الناس هذا أثر طيب والثالث ترك ولداً قد رباه على الدين والأخلاق يظل ذلك الولد يدعو لوالده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالأثر الطيب الشيء عظيم ينفع المسلم ويترك له سيرة عطرة حسنة حسنة في الدنيا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا بالسيرة العطرة الحسنة ونسأله جل وعلا أن يكلمنا بكرمه ترجمة نانسي قنقر